بعد خمسة عقود من الحرب آفاق عملية سلام بين الحكومة الكولومبية وحركة فرق اليسارية تلوح في الأفق مع إعلان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن إجراء محادثات استكشافية مع الحركة المتمردة لإنهاء أطول تمرد مسلح في أمريكا اللاتينية أولا سنتعلم من أخطاء الماضي حتى لا تتكرر ثانيا أي عملية يجب أن تقود في النهاية إلى نهاية النزاع وليس مد أمده ثالثا العمليات والوجود العسكريان سيبقيان على كل سنتيمتر من أراضينا الوطنية الرئيس الكولومبي أشار أيضا إلى انفتاحي للحوار مع جيش التحرير الوطني المعروف باسم إيلان ثاني أكبر حركات التمرد في كولومبيا أنباء المحادثات الاستكشافية خلفت ردود أفعال متفاوتة لدى الشارع الكولومبي أعتقد أن أفضل شيء في الوقت الحالي هو اتخاذ قرارات واضحة وبعث رسالة للمتمردين بأن قيامهم بأي عمل سيقابل بإجراءات فورية فإذا لم يقرروا وقف الحرب فإنهم لن يجلسوا على طاولة المفاوضات أظن أننا غير جاهزين بعد فحركة فارك خدعتنا مرارا وما يجري ليس سوى خدعة جديدة وسائل أهلام كولومبيا أشارت إلى احتمالية بدء الجولة الأولى من المحادثات في العاصمة النروجية أصل بحلول أكتوبر المقبل على أن تستكمل بعد ذلك في هافانا بكوبا ترجمة نانسي قنقر